ونقش الموضوع مع ضيفية من القاهرة مدير تحرير جديدة الجمهورية السيد سامح محروس السيد سامح أهلا بيك من رمالة الكاتب المحلل السياسي السيد أنور رجب السيد أنور أهلا بيك أبدأ مع السيد أنور السيد أنور أمريكا وسبعة عشرة دولة يصدرون بيانا أو نداءا ويطالبون حماس بالإفراج الفوري عن الرهائن هذا موقف يترطب عليه تساؤلات أهمها وكأنهم يريدوا أن يكرسوا بأن المشكلة مشكلة حماس مع أن البعض كان ينتظر أن أمريكا وسبعة عشرة دولة يصدرون بيانا يطالبون فيه إسرائيل بوقف العدوان هل ترى هذا التباين له غايات يمكن أن تنعكس على الحل وإدارة الصراع من قبل أمريكا والعالم على الأقل سبعة عشرة دولة اللي أصدروا هذا النداء والبيان يعني يسعد مساك أخ الكريم ولضيفك من القاهرة ومشاهد أهديكم العزاء يعني هذه المبادرة أو هذا النداء الذي تتحدث عنه للايات المتحدة الأمريكية مع سبعة عشر دولة أخرى مع أنه يعني غير واضح المعالم حتى الآن ولكن أبرز ما يمكن الحديث حوله في هذا الأمر هو أنه إطلاق صراحة الرهائن الإسرائيليين والسماح بعودة الفلسطينيين النازحين إلى شمال قطاع غزة وقف إطلاق نار وليس واضحا إذا كان وقف إطلاق النار مؤقتا أو دائما وماذا عن انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة أو بقائه هذا أمر غير واضح يعني توجيه النداء وسيد أنور برضو أعيد السؤال مرة أخرى ربما لم يتضح توجيه النداء إلى حماس فقط يعني إذا كانت الدول تريد أن تتوسط فبتصدر بيان لأطراف النزاع اللي هي حماس وإسرائيل لكن حينما ترى أن هناك سبعة عشرة دولة معهم أمريكا بيصدروا بيان لطرف واحد فقط من النزاع ألا يلفت نظرك هذا شيء؟ يعني هل ترى ذلك انعكاسا ما في إطار ازدواجية المعيير بشكل أو بآخر هل ترى أن هذا سنعكس أنه لن يكون هناك حل أصلا؟ يعني هذا أنا ما كنت أود أن أصل إليه أن هذا النداء هو تكريس كما أشرت لواقع أن حماس هي من تعرق الإتمام هذه الصفقة أو هذه الهدنة أو وقف طلاق النار المؤقت إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أيضا تصريحات البيت الأبيض بأنه ردود حماس على المبادرة أو على الورقة الأمريكية من قطاع غزة لم تكن بناءة وصدرت أكثر تصريحات عديدة على لسان أركان في الإدارة الأمريكية يحملون أو يعتبروا أن الكرة الآن في ملعب حركة حماس وهنا أعتقد أنه أنا من وجهة نظري قد تكون هذه رغم هذا الإجحاف في هذا النداء رغم هذا اللامنطق واللامعقولية في هذا الطرح وهذا الطرح المنحاز تماما إلى دولة الاحتلال ربما كما أشرت كان يمكن القول على الأقل دعوة إسرائيل لوقف كامل وشامل لإطلاق النار الحديث عن المساعدات الحديث عن الضمانات لاستمرار وقف إطلاق النار يعني لا يوجد ما يشجع على الحديث أو التجاوب مع هذه الصفقة بالمقابل نحن نتحدث عن مبادرة مصرية أخرى يتم الحديث حولها الآن تتعلق بتجميد الدخول العملية الاجتياح إلى رفح والبدء في مصار تفاوضي على أساس الخطوط العريضة أو ما تم التوصل إليه في اجتماعات باريس واحد هذا قد يكون مخرج حقيقي وجدي للموقف واعتقد أنه قد يكون هذه المبادرة المصرية قد تكون الفرصة الأخيرة أمام منع اجتياح رفح أو بأقل تقدير تعطيل اجتياح رفح إعاقة اجتياح رفح وبالتالي لاحقا يتم البناء على هذا الأمر يعني وقف الوصول إلى صفقة وقف اطلاق النار لمدة ست أسابيع هذا يعطي حراك جدي يتطلب استكمالا له ومن هنا أعتقد أنه المبادرة المصرية قد تكون أكثر معقولية وأكثر انسجاما وتاجوبا مع الواقع موضوع آخر روسي السامح محروس أنا أمر بأمام قراءة لأخبار الملف أريد تقديرك لهذا الموقف وهو أنه المصالحة الفلسطينية الفلسطينية تعودنا دائما أن تكون بأياد أو بإدارة مصرية وأخرها كان في العالمين لو تذكر روسي السامح حينما كان هناك لقاء ما بين أطراف فتح وحماس الآن نحن أمام مصالحة ببصمة صينية يعني اللقاء المرتقب هيكون في الصين وبالتالي أطراف من حماس وفتح هيكونوا بإدارة صينية هذه المرة تقديرك لهذا الفارق ما بين مصالحة اعتادت دائما أن تدار في بأياد مصرية وتحت إدارة مصرية ومصالحة الآن ببصمة صينية في هذا التفاوت في البداية تحياتي لك أستاذ محمود والدفكة الكريم من رمالة في الحقيقة طبعا أنا ده أمر محل تعجب شديد يعني هذا الملف المصالحة تتولى في مصر منذ عام 2007 هناك العديد ويعني عايزوا لأ العشرات من جولات التي عقدت بين حركتين فتح وحماس هنا في القاهرة وفي العالمين زي محركة فضلت وأشررت في الحقيقة القاهرة تلم تماما بكافة أطراف هذه القضية منذ يوم 14 يونيو عام 2007 وطبعا كلنا نعلم وندرك أن هذا الانقسام الفلسطيني والانشطار الجغرافي الذي حدث بين رمالة والدفة الغربية هو بيمثل أكبر طعنة في القضية الفلسطينية ومصر المنزوليون الأول تدرك ذلك وتسعى لرأب الصلاة أنه ما لم تتوحد القوة الفلسطينية لا يمكن أن حديث عن مواجهة محتلة أو عدو مؤتصب للأرض والحقوق تاريخية لشعب الفلسطين حيث طبعا أنا أتعجب يعني ما الذي يمكن أن تقدمه الصين ولم تقدمه القاهرة على مدار العوام السمعتاشر الماضي يعني النهاردة فتح حماس وحركة بتتفضل بكارات الخبر أنا فعلا تعجبت ما شفت ده رحيم يعود في الصين في بكين طب النهاردة ما الذي كان ينقص الموقف المصري في الوساطة بين الصلاة صيني أو سيد سامح يعني إيران إيران يعني حماس وبالتالي ربما الصينيون أرادوا أن يذهبوا مباشرة لمن له الكلمة على حماس فبالتالي علاقة الصين بإيران ربما تساعد في الضغط على حماس بشكل أو بآخر هل يمكن تقرأ من هذه الزاوية أو تفهم من هذه الزاوية لا إفلحية يا سيد مهود يعني أنا معلش لو تسمح لي أنا أختلف مع هذا الطرح يعني إذا كنا أتحدث عن إيران وعلاقاتها بالصين وأن يمكن أن يتم استثمار ذلك من خلال أن تكون هناك بصمة صينية مدفوعة برغبة إيرانية أنا أعتقد أن مصر هي الأقرب لهذا الملف ومصر هي الأقرب يعني أنا عايز أقول على مدار حتى شهور السبعة الماضية منذ الاجتياح ومنذ عمليات الإسرائيلية داخل قطاع غزة مصر استقبالت الكثير من وفود حركة حماس هنا فيها القاهرة والتقبع العديد من المسؤولين الأمنيين المصريين وكان هناك حديث واضح جدا حول الأصل الموجودين لدى حركة حماس غير الفصائل وهناك ملف تديرها القاهرة باقتدار شريك جدا وبالتالي يعني في الحقيقة أنا مش قادر أتخيل ما لازم يمكن أن تضيفه الوساطة الصينية حتى لو كانت مدفوعة بإيران أو بوجود تقارب إيراني صيني لأن أنا أعتقد أن مصر بحكم الجوار بحكم التلاحم الجغرافي بحكم أن هذا يعد امتداد للأمن القوم المصري أيضا قطر قام بدور كبير جدا خلال الشهور الماضية وبالتالي يعني مش عارف أنا مش عايز أقول يعني أخشى أن أقول أنه لست هناك إرادة جدة ولا أتوقع أن تسمر الجهود الصينية عن شيء يعني زي جدوى أو عن منتج يمكن أن أتوقف أمامه لكن يعني أتمنى اسمحي نسو سمع أخذ رأيي نسو أنور في هذه القصة سوز أنور لو ضفنا على هذا اللقاء المرتقب في الصين ما بين المصالحة الفلسطينية الفلسطينية فتح وحماس ما قاله خليل الحية كلام مهم بمعنى أنه لأول مرة يقول على استعداد حماس على استعداد أن تلقي السلاح وأن تتحول إلى حزب سياسي بشرط واحد أن يتم تنفيذ حل الدولتين وبالتالي هذا كلام ربما يعني وأن يكون هناك هدنة لمدة خمس سنوات كمان في البداية تمهيذا لهذا الأمر مع الإسرائيليين وبالتالي هذا كلام ربما يكون ملفت هل يمكن أن يؤخذ هذا الكلام تصريح خليل الحية لهذا وقال مه سننضم إلى منظمة التحليل الفلسطينية ولو بقيادة فتح كلام برضو جديد شوية وملفت يعني هل يمكن أن يؤخذ هذا الاعتبار بأنه مبادرة لين حمساوية في إطار لقاء مرتقب مع فتح وبالتالي لو تدخلت الصين وعلاقتها مع إيران وضغط إيران على حماس يمكن أن نجد شيئا جديدا بعد هذا اللقاء بالبصمة الصينية أولا أنا دعني أشير إلى ما تحدث به ضيفك الكريم أنا أتفق مع جزء كبير مما تحدث به وتحديدا في الدور المصري وأن أي مصالحة فلسطينية باختصار شديد جدا لا يمكن أن تمر دون الختم المصري هذه مسألة واضحة لعدة اعتبارات تحدث بها ضيفك الكريم ولكن الأهم أن قرب القاهرة والإخوة والأشقاء في مصر من الملف الفلسطيني والإمساك بتفاصيله والقدرة على معالج التناقضات ربما يفتقدها أي طرف آخر في الكون ومن هنا الذهاب إلى الصين أنا لا أعتقد أنه هو تجاوز للدور المصري ولكن هو قد يأتي في إطار محاولات البحث عن مخرج البحث عن مدخل البحث عن محاولات التفاهم أو الاتفاع ولكن أنا بتقديري أن هذا الأمر أيضا لست متفائلا كثيرا في هذا اللقاء صدقا لأنه عمليا حتى التصريحات التي تحدث بها حماس اليوم هي تصريحات أنا لا أرى فيها إشارة طمأنة باتجاه الوحدة الوطنية الفلسطينية ولم الشم للفلسطيني وأنها الانقسام بل بالعكس أنا أرى فيه محاولة أخرى من حماس لتكريس واقع هي في قطاع غزة واقع يقول أن حماس ما زالت هي التي تحكم قطاع غزة وهي القادرة على إدارته وهي لن تفرط في هذا الأمر بمعنى أنه الآن تتحدث حماس عن القبول بنزع السلاح وهذه ليست المرة الأولى بالمناسبة قد تحدث وزير الخارجية التركي قبل أسبوع وأكثر بعد اللقاء مع قيادة حماس في الدوحة عن موافقة حماس على هذا الأمر وإذا تمعنا جيدا سنجد أنه التصريحات التركية لم تتحدث عن موضوع التفاوض والصف وما تحدثت عن اليوم التالي ومن هنا أنا أرى في أهاره ما تقدم حركة حماس وجاء متأخرا جدا كان بالإمكان أن يكون هذا في وقت مبكر قبل هذا الدمار والقراب والشهداء نعم سيدانور جيد بس اسمح لنقطة ولكن الآن هذا الطرح في هذا التوقيت أنا أرى فيه أنه هذا تكريس لتمسك حماس بمشروعها الموازي للمشروع الوطني وتجاوز لكل التفاهمات التي من شأنها أن تقودنا لإنهاء الانقسام طيب لو رد سريع وسيسامح على فكرة إلى أي حد يمكن أن هذه ليست المرة الأولى أن مصر تقدم مبادرة لكن المبادرة هذه المرة بسيطة هو تجميد الاتياح البري اللي رفح في مواجهة استئناف المفاوضات يعني من بندين فقط في الحقيقة طبعا هي المبادرة المصرية هي تأتي في إطار أساسا إحياء ما توصلنا له في باريس الأولى يعني رقم واحد يعني في النهاية هناك جهود مزلت في باريس واحد وكان فيه اتفاق على ثلاث مراحل وهدى تنتدى لست أسابيع في كل مرحلة أو مرحلتين كل مرحلة عشرة أسابيع والتالي النهاردة كان الطرح المصر ينطلق من سوابت في السياسة الخارجية مصرية تجاهل قدير في الإسطينية هو أساسا أن مصر تطالب وقف إطلاق النار مصر رفضة لعملية اكتياح رفح مصر ترفض التهجير مصر تطالب بتكسيف الجهود الإنسانية ثم بعد كده كل ده وصولا إلى أفق إطلاق عملية سياسية في حال نجاح المراحل التي تطرحتها الكهور وبالتالي المبادرة لما تطرحتها أمس لدى لقاء السيد رئيس الأركان الإسرائيل ورئيس الشباك لدى زيراتهم أمس الأربعاء لمصر هي كانت تأتي في إطار ما اتفكت عليه الأطراف من مرجعيات أساسية على الأخص وأبرزها مرجعية اتفاق باريس واحد ثلاث مراحل ست أسابيع في كل مرحلة وبالتالي يتم إحياء أو تحريك الجمود اللي كان حصل فيه مفاوضات إطلاق صراح الرهائن المحتجزين من جانب الإسرائيل مقابل السجناء من جانب الفلسطيني هذا هو الطرح المصري ودي كلها بتنطلق في إطار ثوابت أساسية مصر بتؤكد عليها منزل يوم الأول للعملية وهي أن مصر ترفض تصفيد أقضاء الفلسطينية حفاظها عن حقوق الشعب الفلسطيني حفاظها عن الأمن القوم المصري مصر ترفض بالمطلق وبالمجمل تماما أي عملية عسكرية في رفح سيكون لها أثار كارثية على مستوى الإنساني وسيكون لها مساس بالأمن القوم المصري أستاذ سامح محروس من القاهرة شكرا جزيلا أستاذ أنوار رجب من رمالله شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر